من أجل صحة اللاجئين والمهاجرين عقد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط اجتماعه الثاني رفيع المستوى في مدينة شرم الشيخ المصرية وبالتنسيق مع المكتبين الإقليميين لأوروبا وأفريقيا لتحقيق تخطية صحية شاملة الجهود كانت قوية جدا خلال الفترة الماضية وكما تفضلت خصوصا مع كوفيد 19 وبدأ ظهور بعض الأمراض الأوبئة كالكوليرا بدأت هذه الجهود من التعاون اللصيق مع السلطات الصحية والأنظمة الصحية في هذه الدول من حيث تدريب العاملين الصحيين وضمان حصولهم على المعرفة اللازمة للتعامل مع المرض ومختلف أنواع المرض فهناك حزمة من الإقراءات قامت بها منظمة الصحة العالمية لضمان تقديم خدماتها إلى هذه الدول والأنظمة الصحية في هذه الدول الجهود الإقليمية لمواجهة التحديات في شرق المتوسط وأوروبا وأفريقيا من نزاعات سياسية وكوارث طبيعية كل هذا يؤثر على صحة اللاجئين والمهاجرين وصبل معيشتهم نحن هنا اليوم في شرم الشيخ لندرس كيف يمكن ضم اللاجئين والمهاجرين في التأمين الصحي العالمية وهذا يعني ضمان توفير الرعاية الصحية بغض النظر عن أوضاع اللاجئين أو المهاجرين فنحن نسعى لتعزيز الخدمات الصحية للجميع مع تحديد التحديات والفجوات نسعى إلى العمل على بعض الموضوعات مثل الصحة حق من حقوق الإنسان خاصة تجاه اللاجئين والمهاجرين ممن تركوا منازلهم وتأمين حصولهم على الخدمات الصحية لأننا نعيش في عالم مترابط مثل ما رأينا في جائحة كورونا والذي انتشرت في جميع أنحاء العالم لذا لا بد أن نضمن الرعاية الصحية لكافة اللاجئين والنازحين وكل المواطنين ولهذا نحن هنا اليوم شراكات إقليمية تتمحور حول ركائز العمل الخمس التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الذي عقد في اسطنبول بتركيا في مارس 2022 للتأكيد على الالتزام بمواصلة العمل على تعزيز صحة المهاجرين واللاجئين للأقاليم الثلاثة لمنظمة الصحة العالمية وخارجها 75 عاماً لمنظمة الصحة العالمية لم تدخر جهداً خلالها من أجل عالم أكثر صحة للجميع وأعطاء الأولوية للاجئين والمهاجرين على جداول الأعمال الدولية والإقليمية التي ترتكز على مبادئ التضامن والإنسانية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة من مدينة شرم الشيخ المصرية سلسبيل سليم هنا القاهرة عاصمة الخبر اشتركوا في القناة